السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد مميز وبسيط جدا في فيديو بتاعنا النهاردة هنتعلم ازاي نوصل لسجل المشاهدة سواء كان من الهاتف او من الكمبيوتر اللي موجود معنا وطبعا سجل المشاهدة زي ما احنا عارفين ان يوتيوب في حاجة اسمها المكتبة من المكتبة بنوصل للسجل بنشوف الفيديوهات اللي احنا اتفرجنا عليها قبل كده ونقدر بقى نطلع على اي محتوى احنا شفناها ولكن في فيسبوك فيسبوك منصة مختلفة عن يوتيوب منصة مش مخصصة للفيديوهات فقط لا منصة مخصصة لأكتر من كده بكتير فلذلك بتحتاج ان انت تتعمق شوية عشان توصل للفيديوهات اللي انت شاهدتها وطبعا الفيديوهات على فيسبوك في الفترة الاخيرة اصبحت مميزة للغاية هنتعلم بقى دلوقتي مع بعض الخطوات واحدة واحدة ازاي نوصل للفيديوهات اللي تم مشاهدتها على منصة فيسبوك عشان تقدر توصل لأي حاجة انت محتاجها بطريقة سهلة جدا الخطوة الاولى من الاعدادات او من الثلاث نقط اللي موجودين فوق وبخطوات بسيطة هتنزل لحاجة اسمها الاعدادات او هتنزل الاعدادات وتبدأ تحرك واحدة واحدة كده في الاعدادات اللي موجودة عندك على الهاتف الموجود معاك لحد ما توصل لسجل النشاطات في سجل النشاطات هتلاقي بقى مجموعة كبيرة جدا من النشاطات اللي انت قمت بيها التفاعلات الاشارات الحاجات اللي انت عملتها كلها ومن ضمن النشاطات اللي انت قمت بيها الاجراءات الاخرى والنشاطات طبعا مكتوب فيها الاجهزة وعملية تسجيل الدخول ومقاطع الفيديو الخاصة بك التي شاهدتها وغيرها ذلك لو انت غط عليها ضغطة واحدة كده هيبدأ انزلك الخيار اللي تحتاجها الحاجات اللي تحتاجها تختار منها اللي انت عايزه طبعا ممكن ضغطة فوق تدخل على طول وممكن تروح لسجل للمشاهدات طبعا انت هنا قدامك اكتر من خيار مقاطع الفيديو اللي انت بحست عنها والحاجات المخفية في الملف الشخص وعمليات تسجيل الدخول والمجموعات اللي بتبحث عنها ومقاطع الفيديو اللي شاهدتها والتفاعلات حاجات كتير قوي لما بتشوفها بتلاحظ قد ايه فيسبوك بيرقبك وقد ايه بيحتكر حياتك بطريقة صعبة جدا لو جيت نزلت هنا كده شفت مقاطع الفيديو اللي شاهدتها هتبدأ توصل لمقاطع الفيديو بطريقة غاية في الروعة مقاطع الفيديو اللي انت شفتها والحاجة دي مخفية مش بتظهر لشركائك او اصدقائك على فيسبوك لان انت معملتش مشاركة دي كلها مقاطع فيديو اللي انت شاهدتها واتقدر توصل للفيديو اللي انت عايزه وتقدر تستفيد منه وطبعا لو انت عندك حاجة معينة عايز تعمل لها حزف ضغطة بسيطة حاجة مش عايز تكون موجودة في السجل اللي ممكن تعمل لها حزف من السجل اللي موجود معاك وممكن تحدد اكتر من حاجة تعمل لهم حزف من سجل المشاهدات اللي موجود معاك بطريقة سهلة جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده وهتلاقي عندك كمان حاجة اسمها سلة المهملات في سلة المهملات هتشوف الحاجات اللي انت حزفتها من لحظات معدودة هتلاقيها ظهرت معاك في سلة المهملات لو انت عايز ترجع حاجة معينة هتلاقيها موجود هنقوم بنفس الخطوات ولكن المراضي من على جهاز الكمبيوتر من على المتصفح اللي موجود معك وهنا الموضوع هيكون اسهل بكتير من على الهاتف كمان هتروح من التلات نقط اللي موجودين في الاعلى هتروح للاعدادات او الخصوصية وقبل ما تدخل في اي حاجة هيظهر لك سجل النشاطات ومن سجل النشاطات توصل للمقاطع الفيديوهات اللي انت شاهدتها وهتقدر توصل لكل فيديوهاتك وكل حاجة انت قمت بيها بحيس انك تقدر تقوم بالمهمة على اكمل وجه بكده انا وصلت لنهاية الفيديو اكيد لعوابك الفيديو ما تنساش تابعني على الموقع معلوة وتكون واحد من اصدقائنا على القناة شكرا ليكم ودمتم في رعاية الله سعيد جدا بوجودي معاكم دمتم في رعاية الله